سلام في الفيديو اذا راح نحلل لكم وعلاش يعني السعر تا الخروف هذا العام راح يكون مرتفع لعمليفات خوتي العزاز العامليفات خوتي راح يكون السعر تاو منخفض على السنة يعني الناس بزاف سنة مش حقادرة تشريه ورح يكون اغلى من العامليفات حنا في الجزائرية خوتي العزاز كين بارونات بارونات هدو تع ساماصرة وخرادين يستعملوا الاخر وش داروا هدو البارونات خوتي عندهم مدة ع شهرين بارتاجة و بار فيسبوك بار فيسبوك اشاعات بلي كين خروف تا ارومانيا راح يدخل يعني شفتوا البرتاج كان مستمر يوميا ويصوروكم في فيديوهات راح يدخل خروف تا ارومانيا راح يدخل خروف تا ارومانيا هاي رومانيا رومانيا في اللحظة هدو وش كانوا يديروا هدو البارونات البارونات هدو كانوا تنقلوا من جهة الصحراء للجنوب يعني الناس اللي عندهم كمية كبيرة تعكباش اتنقلوا لهم وش داروا شروع لهم السلعة تاحم شروع بسو مهبطة يعني الاساس لما الموه المسكين الفلاح يشوف بلي داخل السلعة ارومانيا لوجيك مو راح يخلع هنا وش هدير الفلاح راح يبيع بسعر ومنخفض يعني وش داروا هنا الناس اللي عنده كمية كبيرة ناس اللي كانين بعض الناس حكم الخرف تا حقا تستنى تشوف ترا يقول لك انا خاصر خاصر اخر لحظة ونبيع نرومان لانو ما عندوش كمية كبيرة يقدر يبيحه يخلصها معجيرا نورك يخلصها نرومان ما عندوش مشكل ولكن كان بعض الناس بعض الناس اللي عنده كمية كبيرة واحد عنده الف الراس وعنده خمسمائة الراس يخاف لو كان ما تتبعش في العيد راح يكوني بها يكوني بها ويلصق وما عندوهم بيحه وش داروا راح يبيعها بربع ملايين وخمسمائين اللي كانوا الوقت فات يبيعوا التي اقوم بها بثامنة ولا بحها بربع املين. ان ç Dabei اقول شراءσ لها ، شراءوه عليه هذه عواد الصوق اللي طلقوا هذا الاشعة كي طلقوا لذلك السلعة للجنوب إلتستحوذ عليها والقوض والسوق الى يبيح Student 10 أو 12 وإلى آخر ستكون السوق مرتفع جداً لأنه استحوذ عليها الغريط كيف كان لازم نفيتيو هذه المشكلة؟ كان مفرض أنه المسؤول الوزير يعني يصرح منذ مدة شهرة سيصرح ب للي مكانش كباشة رومانيا لما يصرح ب للي مكانش كباشة رومانيا في الحالة هدي وشه يصرح هنا يا؟ هنا ستبان الأمور يعني الموال اللي كان يبيع بطريقة عادية وهذاك الخراد ميروحش يستغل الموال ويشري سلعة كومبلي بسعر مرتفع باش يجيب لك رح تدخل السلعة دي كتاع الجنوب اللي كانت تدخل لها لأنه عواد السوق هنا يخاف إيريسكي لأنه يخاف لما يكون عواد السوق سيري سلعة بسو مرخيصة بربع ملايين يريسكي عليها نورمال حتى ماتبالوش في العيد خليها وراء العيد ويبيحها ويبيحها نورمال ما عندوش مشكلة ولكن عواد السوق يخاف أنه يروح إيريسكي على كمية كبيرة بستة ملايين وبسبعة لاح يدي فيها مليون هنا يخاف إيريسكي والذي هنا يدخل معه الفلاح للسوق كمو نفس لما يدخل الفلاح للسوق كمو نفسي ويأثر هنا كان المفروض أنه البرلمانيين هذو اللي راكم سالكين مدراهم الشعب نورمال مدافعوا وطالبوا الوزير أنه يدخل ويفهمنا ألافونس منذ ثلاثة شهر ولا ربعة شهر أنه كين لكباشتها رومانيا ولما كانش كباشتها رومانيا باش ما نقعوش نحن كمواطنين ضحايا اليوم شكنوا واقع ضحية هذا الإشاعة وقع ضحية هذا الإشاعة الفلاح هو رقم واحد لأنه باع السلعة وكسبها هبطة ووقع ضحية هذا الإشاعة الثاني والمواطن اللي كان مسكين كان محضر نفسه يعني كان دير في نفسه بلاحية خروفتها رومانيا بتلث منين لبرا بعملين دونك هنا والدليل قدامكم أنه محدد السعر الخروف حتى في الإشاعة سعر الخروف تحدد والوزارة تفرج ولا وزير الدخل ولا مسؤول الدخل ولا وزيره در والسعر محدد سبحان الله فيسبوك إشاعة دور ولا واحد الدخل ولا برناماني الدخل ولا إنسان الدخل دونك هنا حدوا حتى السعر دونك هنا كان بعض الناس دير في راسوا بلاحية بتلاثة وربعة كيلي ما زير شروحه ومالي مش درها منيها أي لأنه راي واجدة كل واحده كيفارشو كيلي عنده شو يدرها مثلا 8 ملايين ولا كاني حاوسي يشيري بها ضك مثلا الخروف مدام استحوذ عليها أول سوق دونك راح يوليديها 10 أو 12 وكثر هذا هو المشكل الخوطي لأساس السلام عليكم اتمنى تكون لحقتكم الرسالة اللي حبت نوصل عليكم